موسيقى 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 حاليا لا اعتقد انا من الناس اللي ما تيبغيوش اخدمه في داكشة دا رمضان السبب باين 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 هو كون انه الاعمال اللي كاتهياء الرمضان كاتهياء في ظروف ماشي يعني ماشي هي هديك كتمتاز بالسرعة يعني حتى لا على المساول الكتابة على مستوى التقنية على مستوى هذا فهد الاشياء هدي فالكنا رمضان احنا خصي يكون عندنا رمضان ديما يعني واشهد المواطن ماشي من حقه على انه يشوف اعمال جيدة طيلة السنة الا في واحد الشهر واحد هو اللي نجي وندير لي واحد عملية انزال دي المجموعة دي البراميج والمستسالات والتيليفين ومواده واده وما تبقى من الوقت هذا فانا كنظن على انه خصي يكون عندنا رمضان ديما وخصنا دائما نتقيوا الاعمال اللي كان ديروه ونختاروها ومؤخرا كان عندي جوج اعمال بالنسبة للقناة الاولى العمل اللي هو الوان وراء في المراحل الاخيرة دياله دابا في البت ربما وصلوا للحلقة سبعتاش ولا تمنتاش والعمل التاني هو العمل اللي انا فيه بايقاع اخر اقاع متمييز من اخراج المايسترو السيمو حمد نصراط واحد الكوكبه هام من الفنانين اللي عندهم باع طويه في مجال ديال التصوير منهم سيمو حمد خيم ونفتو هند السعديدي واحد دا المجموع مجموع سادريس الروخ مجموع استسمح الى غاب عليها الاسماء ديال الاصدقاء ديال اللي معايا فهو عمل كان نظن على انه غد يكون عنده الوقع ديال وعند المشاهد علاش لانني عاشت فيه واحد اشتغلت فيه واشت فيه واحد احترافية واحد منه لا على مستوى النص ولا على مستوى لا يخراجه لكدلك حتى الكاستينغ اللي موجود في المسلسل هما المخرجين ما عندهم حتى شي لا المخرجين ما عندهم حتى شي يدخل فيه الا الجانب الكاستينغ انا اللي نبغي نقول الاخوان المخرجين هو انهم يحاولوا ما امكان على انه في الاعمال اللي سيرتوا الاعمال لكدوس التليفزيون هدا يديروا كاستينغ وكاستينغ يكون طرعا فيه الشروط ديال الشخصيات اللي مراد تصويرها ولا تشخيصها هدا الجانب اللي والجانب التاني هو شركة الانتاج اللي كتشرف على الاعمال التليفزيونية خس ما يكونش عنده الهاجس ديال الربح ولا هاجس مادي خس يكون عنده هاجس فني والماده غتجي من بعد تقبيه لكان عنده هاجس فني وانه حاولت تخلق واحد العمل اللي يكون فيه مستوى عالي تقبيه على انها الفلوس غدي تجي من بعد فهذه الاشياء اللي ممكن نقول حتى الممتلين نقول لهم على انه حتى شي واحد رمك يموت بالجوع اخويا هو حر انه يقول هاد الكلام لان ربما عنده ظروفه وعنده الاسباب اللي خلته على انه يقول هاد الكلام هادا فكل واحد كي يصرح بدك شي بناء على ما قاسه فانا اللي كنشوفه وانه يعني الى بغينا تكون واحد فرا نوعية في هاد المجال ديال السينيما والتليفيزيون خاص على الاقل الكاستينج يكون مزيان ويكونوا فيه الناس اللي يستحقوا يكونوا في هاداك الفيلم هادا هو ولا شكرا نعم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب وبرتجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي